في الرابع عشر من فبراير الجاري فقد احالي كانتون مدياقو رئيس السلطة التقليدية المرحوم محمد مؤمن الذي توفي بعد صراء طويل مع المرض واجرت العادة بان يتوج الابن الاكبر على رأس الكنتون قبل ان يوارى جثمان الفقد وقد نظمت مراسم التعبين في اجواء هزينة حيث تم فيها تعيين مؤمن محمد مؤمن خلفا لوالده بموافقة من الاشيرة وذلك بهضور حاكم ولاية شاري باقرمي كايانك سواري الى جانب عدد من السلطات الادارية والتقليدية بالمنطقة محافظ شاري عمر بركتو قدم كلمة اوصى فيها رئيس السلطة التقليدية الجديد لكانتون مدياقو الرجل دا امانة انكم انتم الشعب انا كانتون مدياقو الملك التقليدية دا وبعد ذلك شوئ الراحل محمد مؤمن الى مثواه الاقير وسط هضور عدد من الاهالي والسلطات التقليدية والاصدقاء عزاو قد ولد الراحل محمد مؤمن في عام 1943 بمنطقة لقونغانا بمحافظة شاري وتولى ذمام الامور بعد رحيل والده وتوفي عن عمر الناحز الثمانين عاما وترك وراءه اربائين من البنين والبنات نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلحم اهله وزويه الصبر وخزن العزا انا لله وانا اليه راجعون